أعلنت وكالة رويترز أن بريطانيا تعتزم إنهاء جهود إجلاء المدنيين في أفغانستان اليوم كما أفادت رويترز أيضا بأن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قد أكدت أن فرنسا أنهت عملية الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل وأوضحت بارلي أن فرنسا ستواصل مساعدة الراغبين في مغادرة أفغانستان مشيرة إلى أن نحو 3000 فرد منهم 2600 أفغاني نقلوا إلى فرنسا خلال العملية من جهتها أعلنت اليابان أنها نقلت 14 أفغانيا من كابل ضمن عملية إجلاء مواطنين يابانيين وآخرين من أفغانستان